رئيس الحكومة يعلن رفع مقترحات تعديل مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس أعلن رئيس الحكومة عزيز أخ النوش عن رفع مقترحات تعديلات مدونة الأسرة إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس وأوضح أخ النوش خلال تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في جلسة مشتركة بمجلس النواب يوم الأربعة أنه أخذا بالتكليف الملكي السامي الذي تشرفت به رفعت إلى المقام العالي لأمير المؤمنين مقترحات تعديلات الهيئة التي توصلت بها وفقا للموعد الذي حدده جلالة الملك رمز إجماع الأمة والمعبر الأسمى عن الإرادة العامة وأوضح رئيس الحكومة أن رسالة الملكية السامية حددت أجل ستة أشهر لوضع نتائج جلسات الاستماع ورفع مقترحات التعديل المنبثقة عن المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لأمير المؤمنين والضامن لحقوق وحرية المواطنين وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضي على مصادقة البرلمان